ارجعنا مرة تانية مشاهدينا لسا مكمليين مع بعض فقراتنا ووصلنا دلوقتي لفقرة مهمة جدا المفروض انه خلاص انتهت انتخابات مجلس الشعب والفترة اللي جاي خلاص انتخابات مجلس الشورى انتخابات مجلس الشعب انتخابات مهمة جدا كان عليها اقبال كبير جدا جدا من كل المصريين انما انتخابات مجلس الشورى فهي ليست باهمية انتخابات مجلس الشعب بيقال كمان انه بيقال عليها ان هي زيادة عدد او مجلس لحكايات الحكماء انتخابات مجلس الشورى ما لها وما عليها ده دي الاجابات اللي هنعرفها النهاردة من ضفنا اللي موجود معانا في استوديو نهارك سعيد الصحفي الاستاذ محمد نجيب الكشكي صباح الخير يا فرد اهلا بديك صباح الخير استاذ محمد نهارك سعيد في البداية عايزين ندي للناس فكرة عن انتخابات مجلس الشورى القادمة والله يعني نتمنى اول حاجة يعني انا من كلام الصادم يعني انا ضد وجود مجلس الشورى اصلا بيعتبروا نوع من الرفاهية الرفاهية في حياة الحياة البرلمانية في مصر يعني لان مجلس الشورى بعض الناس يعني انا متفق معهم انه قد يكون معطل للحياة التشريعية في مصر وانه بيكلف الدولة كتير يعني دورة قد تستمر خمس سنوات فيها تجديد نصفي فيها يعني اشغال الناس بحياة انتخابية بما فيها من ازمات وعصبيات قبلية وتشنجات عائلية ده بيسبب طبعا بعض الناس بيسعوا الى الحالة يعني الحب في الظهور البرلماني بعض العائلات عايزة تاخد مكاسب برلمانية او مكاسب نيابية او وجاهة سياسية فليما بيخدش مجلس الشعب بيدخل مجلس الشورى مجلس الشورى طبعا عارفين تاريخه يعتبر هو اساس الحياة البرلمانية في مصر كبداية لما انشأوا الخدوة اسماعين مجلس شورى النواب وبعد كده جاهم الانجليز له عادوا الزعيم الراحل محمد انور السداد كنوع برضو من الوجاهة كمجلس عائلة وحبه فعملوا مجلس الشورى سنة تسعة وسبعين ليضم بعض العائلات وبعض الحكماء وكبر السن مجلس على اساس يضم فيه اكبر عدد من المعينين بيصل التلت يعني التلت مجلس الشورى من المعينين تلتين بالانتخاب وتلتين بالتعيين ولذلك حتى بعد التعدلات الدستورية دي اللي يحق التعيين في مجلس الشورى هو رئيس الجمهورية مش المجلس الاعلى للقوات المسلحة يعني فإذا حيستمر بعد انتخاب مجلس الشورى حيستمر المجلس يعمل بناقص التلت اللي هو بتاع التعيين ده اللي حيعين هو الرئيس الجديد بعد الانتخابات رئيس جمهورية المنتخب بعد الانتخابات يعني حررتك مع الأصوات اللي بتنادي بإلغاء مجلس الشورى طبعا يعني ما هو دور مجلس الشورى يعني مجلس الشورى لا ما هو دور مجلس الشورى ده لسه هنعرفه من حضرتك مبدئيا كده مع الأصوات اللي بتنادي بإلغاء مجلس الشورى نعم طبعا لأنه ملوش أي دور لأنه بيعطي الحياة التشريعية قد يصطدم في بعض الأحيان مع مجلس الشعب في مناخشة القوانين وبيقعد فترة ينقشها ثم يبعدها لمجلس الشعب مجلس الشعبي قد يرفضها وقد يقبلها طب هل كمان بسبب أنه لما مرينا بانتخابات مجلس الشعب حصل أن احنا صرفنا مبالغ طائلة جدا يعني كانت مكلفة جدا جدا على عاطق البلد وخصوصا نحن بنمر بفترة اقتصادية ما هيش في ازدهار فهل برضو من ضمن أهم الأسباب أنه مجلس الشورى أو انتخابات مجلس الشورى لما هتتعامل هيكون فيه فلوس كتير جدا وباهزة جدا برضو هتتصرف على هذه الانتخابات مش الفلوس بس هو تعطيل الحياة التشريعية في مصر احنا بنعطى الحياة التشريعية يعني مجلس الشورى مش مصاريفه في العملية الانتخابية مصاريفه في استمراره خمس سنين بما يصرف العضاء من بدلات ومرتبات وسفريات ده كله مكلف يعني مش الفترة الانتخابات بس زي المجلس الشورى في تكلفته أنه فيه انتخابات تكديم نصفي يعني بعد سنة كمان ده بتكلف الدولة عشان نعرف فايدة مجلس الشورى ما هو دوره مجلس الشورى في الحياة التشريعية هل هو وجهة اجتماعية وجهة نيابية ان احنا عندنا مجلسين بتشريعين لا يزال مجلس الشورى اي دور غير المكلمة السادات عملوا بعد فكر التحدي الشراكي او لغاء للتحدي الشراكي من اجل يلاقي حل لملكية الصحافة القومية فاضافها الى مجلس الشورى كنا بنقول للمجلس الشورى كان بيدوم الحكماء والكبار السين دلوقتي نازل كتير جدا من الشباب ده هيكون دليل على تطور مجلس الشورى في الفترات القادمة يعني التطور مش بالسين يعني قد يكون الشباب عندهم حكمة وقد يكون عندهمش حكمة وقد يكون الشيوخ او الكبار السين عندهم حكمة وقد يكون عندهمش حكمة لكن مجلس الشورى يعني لازم نعرف ايه دوره يضيف لنا ايه في الحياة السياسية والبرلمانية والصادية تتكلم بها يا أستاذ محمد عن دور ما له وما عليه مجلس الشورى المفروض وهو شكل مجلس الشورى كان في الأول قبل ثورة 25 يناير كان برضو مكلمة يعني هو كان الحاجة الوحيدة ليه أنه كان بيتصرف في الصحفة القومية في التعيينات ورغم ذلك التعيينات ما كانش هو تعيينات ما هذا الإسرار على أي شيء يعني ما ينفس أي حاجة بيتنفس يعني حتى مقدرش يقدم استجوابات هي مجرد حاجات استجارية قد يحضر رئيس الوزراء وقد لا يحضر يعني حضور الحكومة في المجلس حضور سوريا مش حضور فعال زي مجلس الشعب يعني حتى يعني عشان كده بنقول إن حياته في وضعين السياسي في مصر ليس له أي دور في الفترة حالية ولا في الفترة السابقة يعني لكان قبل كده ليه دور ولا كده هي بعد دور لازم يتعدل الدستور يشوف يعني لفقهاء الدستور يشوفون دور لمجلس الشورى في الحياة السياسية هل يستطيع مساعدة مجلس الشعب تطوير دور مجلس الشورى في رقابة على الحكومة أو رقابة على الكتابة إحنا عدنا نتكلف في مجلس الشعب فترة طويلة جدا وحققنا انتخابات ما لها وما عليها مجلس الشورى طب نفكر في المحليات يعني الأسف إن الحياة البرلمانية تحول مجلس الشعب في الفترة السابقة على مدى تاريخه من بعد سورة 52 مجلس الشعب هو مجلس زي المحليات وأغفرنا دور محليات يعني أصبح العضو البرلماني في مجلس الشورى ومجلس الشعب ما هو إلا بينفذ رغبات أهل دائرته وده مش دور النائب سواء في مجلس الشعب ولا في مجلس شورى دوره حاجات تانية دوره في التشهيع ورقابة الحكومة مش دوره التعيين والتوظيف ودوره على لمبة يركبها في الشارع ولا رأس في الطريق وذلك كل الناس بتسعى إن تاخد قطعة من الترطة بعد خراب مصر اللي عايز ياخد قطعة في مجلس الشعب قطعة في مجلس شورى إراحت بعض الأحزاب إراحت بعض الطواف اللي ما ياخدش يدحقه في مجلس الشعب ممكن ياخد حقه في مجلس شورى لكن أقفلنا يعني إيه اللي حيسببه مجلس الشورى على الحياة السياسية في مصر من طاقة التشريع لن يضيفش على المشكلة الدولة من يملك الصحف القومية ومن يدير ودي محتاجة قرار في خمس دقائق يعني خمس دقائق شوفوا تعديل لقانون الصحافة والمجلس الأعلى الصحف من يملكه ومن يملك الصحف القومية بحرالة قدام خلاص أمر وقع إنتخبات مجلس الشورى هتتعامل وهتعمل على مرحلتين متوقع إن يكون في إقبال شديد على إنتخبات مجلس الشورى والله يشبه يعني المرحلة الثالثة كانت مقياس من المرحلة الثالثة when school jim كانت أقل من المرحلة الثانية ولولوم لكن في المرحلة المجلس الشورى الحالي حيكون على مرحلتين مثل ثلاث مراحل أول مرحلة اللي حتبدأ يوم الحدو فيها 15 محافظة يعني متأسهمين 15 محافظة محالة التانية 14 محافظة في الانتخابات دي يعني اعتقد يعني ما حكموش فيه اقبال جماهيري غير لبعض الاحزاب اللي ليها سخل في الشارع السياسي ممكن تتحرك أو تحرك قواعدها للناس تنتخب لكن ما اعتقدش انه هيجب فيه اقبال زي مجلس الشعب زي المحالة اقوله التانية في مجلس الشعب يعني قد تكون اضعف من المحالة التالتة في انتخابات مجلس الشعب طيب زي ما شفنا في انتخابات مجلس الشعب سيطارة الطيار الديني على المجلس هل سيسيطر الطيار الديني ايضا على مجلس الشورى والله يعني اعتقد يعني الطيارات الدينية سواء الاخوان او السلافين او التنظيمات الدينية الاخرى مش الناس مش هي اللي سيطارت ولكن الرعب اللي حصل للناس من الاتجاهات التانية الريبرالية والمركسية والشعيعية هي نفسها ظهرت قدام الناس في الاعلام وفي الصحف ان هي يعني تنظيمات تدعو للتحرر التحرر الاباحية والتدمير وتدمير الدين والناس فهمت كده ان دي دايق جيين ضد الدين والاخلال طبيعة الشعب المصري طبيعة متدينة يعني حد سوريا الحرامي بيطالع بيطالع عسرة بيقول ربنا يستورها يعني في عنده ايمان يعني فيه الايمان في داخله فهو الشعب خاف كده فعشان كده لجأ للتائرات الدينية انا يعني تسعين في المية يعني ما حدش في ناس حتتحك عليها يعني اتتا قلبه يعني اه يعني تسعين في المية من ناس كانت طالع في انتخابات في المرحلة اولا والتانية والتالتة مش عرفت يدي مين ولكن بيدي للإسلاميين ان هو الدين يعني ده اللي حيحميه يحميه من التائرات التانية اللي هو الشيوعية او التائرات اللي برالي الجديدة وكلام ده اللي هي اوحة للناس انها مع التحرر والانفلات وكلام يعني عشان كده يعني عشان كده الإخوان او السلافيين الناس اللي جيتهم مش عشان انهم كل الناس اخوان ولا كل الناس سلافيين ان شعب المصري متدين بطبيعته ولكن خوفها من التائرات التانية يعني نعتقد انتخابات مجل الشورى هتكون أضعف بكتير من انتخابات يعني الإقبال عليها ضعيف جدا جدا في انتخابات عن انتخابات مجل الشعب في بعض الأحزاب قررت أنها مقاطعة جميع الانتخابات وده لأنهم شايفين أنه المخالفات اللي بتحصل من الرشحين ما بتقابلش بمعاقبة جدية والله للأسف كمان حتى الأحزاب اللي قررت دي أصلا أحزاب ملهاش قواعد يعني هي قررت تنسحب منها مش عملت إنجاز في انتخابات مجل الشعب يعني أصلا هي أحزاب أحزاب ورقية لها جرايد لكن ملهاش قواعد جمهري فها انسحبت ما انسحبتش مش دم قياس يعني انتخابات انتخابات المجل الشعب ما كانش الحزاب اللي احنا سمعنا عنها والأحزاب التاريخية ليها تور في الشارع ده دليل ان الشعب المصري مش مؤمن بالأحزاب حتقولي الحزب العدالة لا الناس رجأت للحزب العدالة عشان يومسل الإخوان والسلفين حزب النور علشان الناحية الدينية خوفا من تانين مش إنه كل الشعب المصري الحرية والعدالة كل الشعب نص طبع حزب النور ولكن هو الرعب اللي حصل من التهارات الأخرى خلى الناس لقيت للدينية ده هروب كان هروب لناحية الدينية يعني احنا جربنا ده نجرب بقى ده شوي هي ناس كده قبل كده كان العكس ما كنا في أيام الحزب الوطني ما يحزل في التخابات التزوير له أشكال يعني التزوير قد يكون باليد بالضغط بس فعلا دلوقتي ما فيش ما بتقابلش المخالفات بعقوبة جدية فعلا؟ صعب إثبتها يعني أنا لو ضائف بوزح حاجة لأي حزب ما وحد مسكني ما هو مشتابع الحزب والحزب هو المشتابع إيه اللي إثبت؟ يعني عملية إثبات الرشاة والانتخابية فيها صعوبة جدا الإثبات هو أن عملية إملاء الاستمرارات داخل لجنة دي اللي بتثبت لكن أنا نواقف أيوم الانتخابات بيقرر أن قبل الانتخابات 24 ساعة مع منوع عمل دعاية طب أنا قاعد على النت ولا قاعد في أي حتة ولا في الشارع وصوصا في الصعيد صعب إثبتها يعني عملية إثباتها طب إحنا لازم بقى نقول أو نعمل مبادرة إنه من مداياتها من النهاردة إحنا أول حاجة كسبناها إنه الناس بدرت وإنها راحت انتخبت خلاص بعد كده بقى لازم يبقى فيه وعي ثقافي بالانتخابات إنه إزاي ما حدش يأثر على الرأي وإن أنا انتخب إلا أنا شايفة من وجهة ناصر إنه هيفيدني أو هيدفلي في الحياة لكن كلمة إنه صعب إنه نواجه الأه كلمة دي أصلا بتدي شعور بالتراح فيه كلمة للأسف إحنا أغفرنا حاجة اسمها المساق أهيم عبد الناصر فيه كلمة خطيرة جدا في المساق بيقول إنه إن حرية رغيف الخبز هي الضمانة الحقيقية لتسكنة انتخاب طالما الشعب المصري ما يملكش قوته وبيعتمد على النائب على مدى تاريخ أكتر من مئة سنة حياة برلمانية إن النائب اللي بيعمل له كل حاجة بيدخله ابن المدرسة وبدخله ابن كله الشرطة وبيجيب له شقة وبيروح يزوره في الطهور والجواز واللي تيتام إحنا ما اعتمد على كتر لذلك الشعب المصري ما عندوش فكرة الأعزاب إنه بيوقف مع حزب عنده النظام الفردي إنه واقف مع النائب الفلاني لأنه ده اللي بيزوره في الجناب وفي وفاة وفي الحدثة وفي الطهور وفي الجواز وكلام منه وبدخله بس يعني وذلك دي مشكلة البرلمان يعني المشكلة اللي حيعانيها لكل النواب في الفترة القادمة هي مشكلتهم مع جماهيرهم في الدواير أنا اللي نجحتك ما بتقدمنيش وده مش دور النائب يعني في أي نائب سوو كان في ده دور المحليات إحنا لازم نهتم أهم من مجلس الشعب أنا رأيي الاهتمام بدور المجالس المحلية دي اللي دورها ده هتم بالقواعد مش على أساس إن النائب في البرلمان سواء في مجلس الشعب في مجلس الشورى يهتم بالتشريع ونقبط الحجوم وليس له علاقة بالدائرة بتاعته لكن لازال كل حتى الأحزاب الحالية علاقتها بالدائرة وحفظل أنا كناخب هزل للنائب أنا اللي نجحتك أنا اللي وقفت معاك خصوصا في الصعيد وفي الأقاليم وهالنظام القبلي مش هيقدر يتخلص النائب من النظام القبلي ولا مليون سنة دي طبيعة مصرية دي طبيعة طبيعة الشرق الأوسط إحنا ما إحناش في أمريكا ولا في سنسرا في لندن إحنا في مصر في نظام قبلي نظام عائلي بيلتزم لا النائب ده لا يقعد مربوط طول عمر الخمس سنين لحياة البرلمانية بالشارع وبالناخبين بيعملوها بيقدموا فعلا الطلبات قبل ما الناخب أصلا يكسب حتى في مجلس الشعب أنا راجل صعيدي من تحته وأفهم في الانتخابات كويس جدا وعشتها كويس جدا الناخب يعني النائب مهما كان على شارسة كان نائب عادي أو وصل لمرحلة أنه ياخد منصب سياسي كوزير بيقعد طول عمره يعني معلق في رقابته جمايل أهل دارته وبيقعد طول عمره إحنا الناخبين يقعد يقولوا طول عمره إحنا اللي قفنا معك إحنا اللي نجحناك إحنا اللي عملناك مش ضروري بالقول إن شاء الله بالإشارات بالمواصفات بيقعد طول عمره النائب المصري والناخب المصري علاقة خطيرة جدا محدش هيدر يفكها مهما استوردنا من أساليب سياسية والتقدمية ومش عارفوا الكلام الحنجوري ده مش هينفع مع الشعب المصري لا هينفع مع الشعب المصري ولا مع الشعب السوداني ولا مع الشعب العراقي ولا مع الشعب الكويتي دي طبيعة خاصة بالشرق الأوسط اللي هو النظام العائلي أو النظام القديم بس هو مش مفروض إن إحنا بنشوف كده شكل يعني في الكلوري شوية بيقول إنه النائب في الأول بيدي الناس اللي هو وعدهم بي وبعد كده خلاص يعني ويقعدوا فترة طويلة مش هينزل تاني أصي دائما وده اللي بنشوفه يعني ده مش صحيح فعلا ما بيحصلش ما بيحصل مع مين ما بيحصلش مع الناس كلها النائب بيلتزم أول ما بينجع بيبل حوليه والخاصة أريبه يعني الناس مش كل نائب يعني بيحصل منه كده لا في نائب بتخلع خالص يعني في نائب ومتنزلش تاني في نائب في نائب ملتزم طول عمره النائب اللي هو يكون وارس بس دول حضراتكم ما بترجعوش تنتخبوه تاني خلاص يعني في واحد بيخدها بريسيجي ويقول لدورة بقيت نائب يعني نكتب زي قصة ده لنقطة نائب سابق بس وكله غالبية النواب للأسف يبحثون عن الحصانة عشان نخلص القصة دي لابد يطلع تشريع بإلغاء يعني ايه حصانة الحصانة داخل المجلس مش خارج المجلس أكم على مدى التاريخ مش هقول لأيام الحزب الوطني ولا أيام نظام رئيس حسن بارك ولا نظام السادات ولا عبد الناصر معلمات التاريخ وهيفضل لابد لابدين النائب بياخد حصانة عشان يحقق مصالح شخصية أساسي تسعين في المية من دخول تسعين في المية من دخوله للبرلمان من أجل مصالح شخصية ليست مصالح عامل أنا مش فهم حاجة دلوقتي هو أحد بيك بتقول أنه النائب بالدايرة بتاعته مرتبطة بي لأنه بيقدم لهم الخبز وبيقدم لهم الحالم الكريمة وإلى في الأول في الأول بعد كده بعد كده هو لابد ما بيخلع على على حتى تقول لك يا أما في حالتين في حالة في حالة إنه بيخلع ما بيسألش فهل دايرته ما بينتخبوش تاين ما بينتخبوش تاين وفي واحد الخاصة العائلات بيروح لرؤوس العائلات بيخدم رؤوس العائلات مش هيخدم بكل الدايرة طب ما احنا وعيين اهو لا مش وعيين أنا برتبط برئيس عائلتي يعني أنا مثلا عندي كبير العائلة بيقدم لي الصحة بيوفر لي الصحة بيوفر لي خدمات وبيوفر لي الخبز دا ما بيقدمش لكل هو بيقدم للخاصة يعني أنا مثلا نائف اللي بيسيطر على بيت العائل العائلات عائلة حضرتك واحد بس مش بكلم كل عائلة الكبير بتاعك أنا كله باخد من الكبار العائلات وكبير العائلة بأمورك يوم انتخبوش تروحي تدي فلانك بس لأكثر والأقل دا نظام يعني النظام القطية دا لازم ينتهي عشان حرق خبرة بقى في القصة لا لا يعني لازم نخلص من القصة دي عشان نخلص منها دا من رابع المستهلات لن ينتهي ممكن نهيه في القاهرة في مدينة ناصف جاردن سيتي في مدينتي لكن من درش أن نهيه في الصعيد ولا في الأقاليم ولا في الأرياف تمام يعني والله ياسئلها كتير وحباك كتير جدا وقتها عادة بسرعة واستاذ محمد والله بجد ما حرتك ان شاء الله يكون وقت انتخابات مجلس الشورى يبقى يكون لنا لقاء أخر شوف الدنيا مشت ازاي ومشت كويس كان فيه إقبال ولا ما كانش فيه إقبال ولا لا في الآخر بنتمنى لمصر إن شاء الله أننا هتوصل لبر الأمان أتمنى من الله إن شاء الله صحفي أستاذ محمد نجيب الكشكي نورتنا النهاردة في النهارك سعيد نسيه لحضرتك مشاهدينا بكاكم خلصت فقرتنا دلوقتي بس تابعونا بعد الفاصل